فيه ناس يا دكتور ممكن تحس ان يقلبها بيدق بسرعة وناس تانية تحس ان هو بيدق ببطء جامد جدا وسحب تروح ممكن شوية عرق يعني فيه كل واحد ليه احساس معين وبقى الآن يا دكتور انا مش عارف انا عندي مشكلة او اتراب في نبضات القلب ولا لا فعايزين حريك النهاردة تقول لنا ايه هي الاعراض اللي ممكن نحس بيها لو فيه فعلا اتراب زي ما انت قلت اتراب في نبضات القلب ده اعراضه كتير جدا وبتختلف من شخص لشخص اول عرض ان انا وانت حضرك عادينا مع بعض ضرب قلبنا شغال من ستين لمئة مرة في الدقيقة احنا مش بنحس بالنبض ده احنا بنتكلم عادي ومش حسين بالقلبنا اول حاجة يبدأ المريض يحس بالنبضات قلبه يا دكتور توم انا قاعد حاسس بالنبضات قلبي حاسس ان بتخبط جامد حاسس ان بتضرب بسرعة ده اول عرض تاني عرض يبدأ يقول انا بشتكي من نهاجان مع قل مجهود تمام ممكن يشتكي من الام في الصدر متكررة بسبب تسارع ضربات القلب ممكن يشتكي يقولك انا عندي ضربة بتيجي في معد غير معدها انا حاسس روحي بتتسحب مني وبترجع تاني عندي نبضة بتيجي في غير معدها الناس بتيجي تقدر تقول الوصف ده يعني هما وصلوا عندهم تشخصهم كمان عندهم نبضة مش في معدها وده فعلا عرض مهم اكتر حاجة من قلق منها ان يبدأ يحصل اغماء عن الوعي يعني المريض يدخل في ضربات قلب سريعة جدا خلت القلب مش عارف ينقبض ويوصل الدم للمخ كويس فبيحصل اغماء الدم بيوصلش للمخ بشكل كافي فبيحصل اغماء او لو فيه طباطق جامد في ضربات القلب برضو بيعمل نفس الاغماء فهي دي اكتر حاجة سيريوس او اكتر حاجة خطر احنا بنقلق منها لما يحصل طرف ضربات القلب يعمل اغماء حاليا دكتور اعراض السرع ضربات القلب او بطء ضربات القلب هي هي بتتشابه ولا دي بيبقى لها حاجات معاينة ممكن نحس بيها والعكس في الحاجات التانية سرع ضربات القلب بيبقى معاها دايما انها جان اكتر وممكن الام في الصدر وممكن شوية هزلان اما طباطق ضربات القلب اللي هو زيادة او اللي هو فيه نتيجة مرض جامد بيبقى دايما ان هو المريض بيفقد الوعي ان هو بينهج بشكل اصعب كتير من تسارع ضربات القلب ان هو مجرد ما يروح ايفن التويلت او اي حاجة زيادة يرجع مش قادر يتنفس فدايما الاعراض بتاع التسارع اهدى شوية من اعراض التباطق ضربات القلب يعني فكرة النهجان دي بتبقى مش فكرة ان هو عامل مجود فبينهج لا ده هو ممكن ما يكونش بيعمل مجود او حاجة بسيطة خالص بس يحس دايما بنهجان بالزبط كده طب انواع يا دكتور اطراب نبضات القلب اوكي هما انواع اطراب نبضات القلب انواع كتيرة جدا صعب بنتكلم عليهم مش في حلقة في عشر حلقات فهنقول للتبسيط كده هنقسمها نوعين تسارع في ضربات القلب زي ما انت كنت قلت وتباطق في ضربات القلب التسارع ده انواع كتيرة جدا ممكن يبقى تسارع ضربات قلب فوق بطيني اللي اسمها سوبرا فينتريكلر تاكيكارديا ممكن يكون زبزبة او رفرفة اوزينية ممكن يكون حاجة اسمها اتريال تاكيكارديا دي كلها انواع كتيرة جدا دي بتبقى فوق البطين انواع تاني في التسارع بتبقى جاية من البطين ودي بتبقى اخطر زي الزبزبة البطينية او رفرفة البطينية دي بتبقى حالة خطيرة جدا وبتبقى محتاجة تدخل بشكل طوارئ على طول ده النوع الاول هو تسارع ضربات القلب النوع التاني اللي هو تباطق ضربات القلب ان يكون عندي بدال الالياف اللي بتنقل الكهرباء بشكل طبيعي جوالقلب فيها انقطاع في الدفيرة او ان يكون المصدر كهربة القلب اللي بيدي النبضات في ضعف فبالتالي النبض بتاع القلب بينزل جامد جدا وده بيبقى محتاج برضو تدخل بسلوب مختلف فهو خلينا نقسمهم من النوعين تسارع في ضربات القلب وتباطق في ضربات القلب وييجي تحتهم بقى انواع كتيرة جدا تمام